بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال جل شأنه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وافتتح خلقه بالحمد فقال جل شأنه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واختتم خلقه بالحمد فقال جل شأنه بعد أن ذكر مآل أهل الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإن يجعلني ووالدين منهم وذكر مآل أهل النار عياذا بالله من حالهم ومآلهم قال جل شأنه قل يا رجة بعد الرسل وختمهم بخيرهم وأفضلهم عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال جل شأنه قل يا أيها الناس قل يا أيها الرسول إني رسول الله إليكم جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد أنزل الله عز وجل هذا الكتاب الكريم القرآن العظيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو هدى للناس أي هو في نفسه هدى يهديهم لما فيه صلاحهم في أمر دينهم ودنياهم كما قال الله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فهو يهدي الناس لما فيه صلاحهم في أمر دينهم ودنياهم ولكنه يهدي من آمن به واتق الله عز وجل كما قال الله عز وجل في صورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهو أيضا بينات أي فيه ما يدل على أنه حق وصدق من عند الله عز وجل وهذه البينات متنوعة وكثيرة بل وتتجدد عبر الزمان كما قال الله سبحانه قل أرأيتم إن كان من عند الله أي إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى أكملوا أيها الإخوة حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد النتيجة من هذا أيها الإخوة من كونه هو في نفسه هدى ومن كونه فيه البينات على أنه حق وصدق من عند الله عز وجل النتيجة أنه فرقان يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال فمن تمسك بهذا القرآن عن علم وبصيرة فإنه بإذن الله لا تشتبه عليه أي شبهة ولكن أن يتمسك به عن علم وبصيرة فيقرأ القرآن كما سيأتي بتدبر وتفهم وتعقل لمعانيه ولهذا فبعض هذه بعض أوصاف القرآن أنه هدى وأنه بينات وأنه ماذا أيها الإخوة الوصف الثالث أنه فرقان هذه ثلاثة أوصاف من أوصاف القرآن الكريم من أوصافه أيضا مما يتصل بذلك أنه نور نور ينير الله عز وجل به القلوب وينير به العقول وينير به الحياة لذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مَاذَا؟ أَكْمِلُوا؟ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَهُوَ نُورًا وَلَيْسَ فَقَطْ نُورًا وَلَكِنْ نُورًا مُبِينًا فهذا أيضا وصف من أوصاف القرآن العظيم كما قال أيضا في آخر سورة الشورى وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ من أوصاف القرآن الكريم أيضا التي تتصل بذلك أن هذا القرآن الكريم موعظة القرآن الكريم ماذا؟ موعظة ومواعظ القرآن الكريم عظيمة وعجيبة بل ومتنوعة ومتعددة لكن لمن تأمله وتدبره في القرآن الكريم من المواعظ ما يعظ القلوب فيحركها وفيه ما يعظ العقول فينبهها يقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لاحظ هذه الأوصاف الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية أنه موعظة والوصف الثاني ما هو أنه شفاء والوصف الثالث ما هو أنه هدى والوصف الرابع أنه رحمة بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الأوصاف العظيمة للقرآن الكريم قال فبذلك فليفرحوا يعني هذا القرآن الكريم لمن تعقله وتدبره وتفهمه وعمل بما فيه فإن نعمته لا يمكن أن يعدلها أي نعمة من حطام هذا الدنيا من كان معه هذا القرآن الكريم بما فيه من المواعظ والحكم والأحكام ولا شك أن ذلك يشمل أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من تعقل القرآن الكريم على هذا المنهج منهج السلف الصالح فإنه نعمته لا يعدلها نعمة أبدا أبدا قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ثم قال وشفاء لما في الصدور ثم قال وهدى ورحمة لاحظ هذه الأوصاف الأربعة وكيف جاء الوصف بعد الوصف في ترتيب وتنسيق عظيم كريم لمن فهمه وتعقله ذكر الله عز وجل الوصف الأول أنه موعظة ثم ذكر بعده أنه شفاء لأن من اتعظ من اتعظ فإنه بإذن الله يشفى فيأتي الوصف الأثاني أنه شفاء لما في الصدور أن يشفى القلوب من الشهوات المحرمة ويشفى العقول من الشبهات المضللة هذه احفظوها أيها الإخوة يشفي القلوب من ماذا؟ من الشهوات المحرمة ويشفي العقول من الشبهات المضللة هذا هو الوصف الثاني إذا اتعظ فإنه بإذن الله يشفى وإذا شفى فإنه يتقبل الهدى فيهتدي ثم إذا اهتدى فإن الرحمة تتنزل عليه إذن موعظة وشفاء وهدى ورحمة أوصاف عظيمة من أوصاف القرآن الكريم أيضا من أوصاف القرآن الكريم أنه كتاب عزيز أنه كتاب عزيز قال الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا القرآن الكريم عظيم في نفسه جليل القدر في نفسه وهو أيضا عزيز بمعنى أنه منيع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يمكن أن يلحقه تحريف أو سوء ولهذا هذا كتاب الله عز وجل منشور بين أيدينا منذ أن بعث النبي صلى الله منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم منذ تلك اللحظة ونبي الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام يقرؤونه وها نحن الآن بعد أكثر من أربعمائة وألف من السنوات نقرأه غضا طريا كأنما أنزل على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا اليوم هذا من إعجاز القرآن الكريم العظيم ولهذا هو كتاب عزيز عزيز في نفسه وعزيز بمعنى منيع لا يلحقه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ومن أوصاف القرآن الكريم أيضا أن هذا القرآن الكريم ويا له من وصف عظيم يا له من وصف عظيم من أوصافه أنه قرآن كريم هذا الكتاب العظيم كريم من أوصافه أنه كريم ويا له من وصف ولذلك أقسم الله عز وجل على ذلك بقسم عظيم ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس للمخلوق إلا أن يقسم بالله جل جلاله هذه قاعدة يجب أن يطبقها المسلمون في حياتهم وفي ألفاظهم أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه جل جلاله قال الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين كرم القرآن الكريم لم يحد في الآية بحد ولذلك فكرمه لا يمكن أن يتصوره عقل ولا يمكن أن تحده بحد فتقول هذا هو كرم القرآن الكريم لكن يستطيع الإنسان أن يمثل على كرم هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فمن كرمه كرمه عند تلاوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة نعم أيها الأخوة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا مم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما قال من قرأ حرفا بكتاب من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة ثم قال في الأخير لا أقول ألف لا مم حرف ولكن ألف حرف لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بهذه الطريقة ألم يكن كافيا أن يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أيها الأخوة على الكريمة والكريمة أحسنت نفس الجواب نعم لأن الحرف في لغة العرب يطلق على الحرف الهجائي يعني مثل با را طا إلى آخره يطلق على الحرف الهجائي والحرف كذلك يطلق على الكلمة الواحدة مثل يرهبون يتقون ويطلق على الجملة فيجوز أن يطلق على الآية أيضا كاملة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح أو يؤكد عظم أجر قراءة القرآن وأن المقصود هو الحرف الهجائي وهذا من فضل الله عز وجل علينا هذا من وجوه كرم القرآن الكريم كرمه عند تطبيقه وعند العمل به عند تطبيقه وعند العمل به فالقرآن الكريم حينما يعمل الإنسان به فإن الله عز وجل يُثيبه الثواب العظيم وينزل عليه من الخير الكبير أيضاً ما الله عز وجل به عليم ثم ما يدخره الله عز وجل من منازل عالية له في جنات النعيم ولذلك قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فلم يحد الله عز وجل بركة القرآن بحد وإنما جعل ذلك مفتوحاً لتشمل كل بركة يمكن أن يتصورها الإنسان وما لا يتصورها فبركة القرآن لا محدودة المهم أن يتروه الإنسان عن علم وعن تدبر وعن تفقه ثم يعمل به ثم يكون له من الخير والفضل الكبير هذه أيها الإخوة بعض الأوصاف باختصار بعض الأوصاف القرآن وبقي أكثر وأكثر من هذه الأوصاف الكريمة التي هي مبثوثة في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم أيها الإخوة هو كلام رب العالمين تكلم الله عز وجل به حقيقة هذا هو معتقد السلف الصالح من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان القرآن كلام رب العالمين تكلم به رب العالمين جل جلاله ولذلك قال الله عز وجل وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكْ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَةٌ فَسَمَّاهُ كَلَامُ اللَّهُ جَلَّا جَلَالُهُ وقال سبحانه وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ فالقرآن كلام رب العالمين نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل في هذه الآية على قلبك لأن القلب وعاء الحفر لأن القلب وعاء الحفر فإذا كان هذا الكلام العظيم كلام رب العالمين وهذه أوصافه العظيمة فينبغي للمسلم أن ينتفع بهذا القرآن الكريم غاية إمكانه أن يستفيد من هذا القرآن الكريم غاية إمكانه أن يهتدي بهذا القرآن الكريم غاية إمكانه أن يستنير بهذا القرآن الكريم غاية إمكانه لأنه كلام رب العالمين ومن أعظم أبواب الانتفاع بالقرآن الكريم بل هو الباب للانتفاع بالقرآن الكريم أن يتدبره التدبر هو مفتاح الانتفاع بالقرآن الكريم احفظوا هذه أيها الأخوة التدبر هو مفتاح الانتفاع بالقرآن الكريم ولذلك أمر الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه أمر الله سبحانه بتدبر كتابه آمراً وحاثاً ومثنياً على المتدبرين كما قال الله عز وجل في الآية الآنفة الذكر كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين ومن كبار علماء المسلمين يقول رحمه الله والله ما تدبره أي تدبر القرآن الكريم والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله وما يرى القرآن له في خلق ولا عمل ما أعظم كلمة الحسن البصري رحمه الله يقول حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله وما يرى القرآن له في خلق وعمل يعني بعض الناس قد يتلو القرآن الكريم وربما يحفظه أيضاً ولكن إذا رأيته في خلقه وتعامله مع الناس في صلاته في خشوعه في تعامله مع الناس في خلقه مع الناس في أمانته إذا باع واشترى في أموره الأخرى لا تجد أن هذا القرآن مترجمًا في أعماله كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن يعني يمتذل ما في القرآن إن كان أمراً نفذة وإن كان نهياً انتهى عنه وإن كان قصةً اعتبر بها وإن كان آية وقف عندها متأملاً ومعتبراً إلى آخر ما هنالك من وجوه الانتفاع بالقرآن العظيم وهي كثيرة جدًا فالحسن البصر رحمه الله ينبه على أن القرآن الكريم تدبر القرآن الكريم لا بد أن يقود المسلم إلى أن ينتفع بهذا الكتاب العظيم عن طريق أن يترجم في خلقه وأعماله فيرى في سمته في هديه في خلقه في تعامله إلى آخر ما هنالك وقال الله عز وجل في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن أيضاً هذه من الآيات التي تحث على تدبر الكتاب العظيم أفلا يتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ مَاذَا؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَهِيرًا القرآن الكريم كتابٌ عظيم وكتابٌ كامل لا عيب فيه ولا نقص بوجهٍ من الوجوه ولذلك بعضه يؤيدُ بعض وبعضه يفسِّرُ بعض بخلاف كتب البشر كتب البشر مهما عمل الإنسان وحاول إتقانها وإجادتها فإنه يبقى فيها عيب وفيها نقص وربما من غدٍ يقول لو حذفت ولو أضفت ولذلك إذا أتى يطبع الكتاب طبعةً جديدة يكتب عليها طبعةً مزيدةً منقحة وهكذا فكتب البشر لا يمكن حتى لو اجتمع عليها الألوف من الناس لإجادتها لابد أن يبقى فيها نقصٌ وعيب وهذا كتاب رب العالمين كتاب ربكم منشورٌ بين الناس منذ أكثر من أربعمائة وألف لا عيب فيه ولا نقص بوجهٍ من الوجوه بل الإنسان إذا قرأه فإنه يمتلئ قلبه يمتلئ قلبه إجلالًا وتعظيمًا لهذا الكتاب العزيز ويقول الله عز وجل أيضًا في الحث على تدبُّر القرآن الكريم في سورة محمد عليه الصلاة والسلام أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها لاحظ أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون من المتدبِّرين لأنه يُخشى عليه إذا لم يتدبَّر أن يكون ممن قُفِل عليه قلبه وهذا تنبيهٌ عظيم ينبغي للمسلم أن يتوقَّف عنده أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها فهذه بعض الآيات التي تحثُّ على تدبُّر كتاب الله عز وجل ومن أعظم فوائد تدبُّر القرآن الكريم أن الإنسان بتدبُّر كتاب ربه يكون قد تلَى هذا الكتاب التلاوة الكاملة لأن التلاوة كما يقول ابن القيم رحمه الله تلاوتان لأن التلاوة تلاوتان يقول ابن القيم رحمه الله التلاوة تلاوتان تلاوة لفظٍ وتلاوة معنى وتلاوة المعنى أشرف من تلاوة اللفظ مقصود ابن القيم رحمه الله بتلاوة المعنى يعني أن الإنسان يقرأ الكتاب يقرأ القرآن بتدبُّر وليس المقصود أن ينظر فيه دون تلاوة وتلاوة المعنى أشرف من تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن لماذا أهلها هم أهل القرآن لأن من قرأ هذا الكتاب العظيم قرأه بتدبُّر فإن ما فيه من الحقائق الإيمانية يعمر بها قلبه يزدهر بها صدره يقوى بها إيمانه تترجم بعد التدبُّر إلى أعمال وإلى أخلاق لأنه لا يمكن أن يُعمر هذا القلب بحقائق القرآن إلا أن تكون واقعة في الميدان لا يمكن بحال من الأحوال أن يُعمر هذا القلب بحقائق الإيمان إلا أن تكون مترجمة في حياة الإنسان ولذلك فإذا تدبَّر الإنسان كما يقول أم القيم فقد تلا كتاب الله عز وجل التلاوة الكاملة التلاوة اللف وتلاوة المعنى وهذه أيضا أعظم أجرا من مجرد تلاوة اللف ومن أعظم أسباب أن نتدبَّر هذا الكتاب العظيم من أعظم أسباب أن نتدبَّر هذا القرآن العظيم أن نقف على كلام أهل العلم بما ذكروه من فوائد ومن حكم على هذه الآيات العظيمة وهذا ما سأصنعه بإذن الله تعالى وإياكم في هذا الدرس الشهر بحول الله جل جلاله مبتدئين بصورة الفاتحة وقبل أن نقرأ صورة الفاتحة نقف مع الاستعاذة لأن الله عز وجل أمرنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن الكريم أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل في صورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة أيها الإخوة مأخوذة أو الاستعاذة مأخوذة من العياذ مأخوذة من ماذا؟ من العياذ والعياذ هو طلب كف الشر يقابله في لغة العرب ماذا؟ اللياذ يقابله اللياذ واللياذ هو طلب الخير ولذلك يقول الشاعر وهو أبو الطيب المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله هذا في طلب إيش؟ الخير لأننا قلنا اللياذ هو ماذا؟ طلب الخير يا من ألوذ به فيما أؤمله ويا من أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظماً أن تكاسره ولا يهيضون عظماً أن تجابره هذا المعنى الذي ذكره هذا الشاعر لا يجوز إلا في حق الله عز وجل هو قاله في ممدوح من الناس ولذلك أنكر ولكن ذكرناه من باب الاستشهاد هنا لذلك ننبه أن ابن القيم رحمه الله نقل عن ابن تيمية أنه أنكر على أبي الطيب المتنبي هذا اللفظ أو هذا البيتين وقال هذا لا يجوز إلا في حق الله عز وجل ونقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن تيمية رحمه الله لما في هذا البيتين معنى عظيم من ناحية التدلل والخضوع وأنه لا يصلح إلا لله عز وجل أن شيخ الإسلام كان يدعو بمضمون هذين البيتين يدعو بها الله عز وجل في سجوده وهذا ينبهنا أيها الإخوة على أن نكون حذيرين في ألفاظنا خاصة بين عوام المسلمين فإنه أحياناً يحدث أن يتكلموا بكلام لا يليق إلا بالله جل جلاله ولا يصلح إلا لله تعالى فينبغي للمسلم أن يحذر من فلتات لسانه وأن يراقب حركات هذا اللسان حتى لا ينطق العوراء ولا ينطق ما لا ينبغي سواء بين البشر أو مما لا يليق بالله جل جلاله هذا من باب التنبيه على هذين البيتين المقصود أن الاستعاذة مأخوذة من العيال ولذلك كلمة أعوذ معناها أستجير كلمة أعوذ معناها أستجير بالله لفظ الجلالة نرجع الحديث عنه إلى البسملة ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الشيطان عياذاً بالله مأخوذ من شطن من إيش؟ من شطن إذا بعد لأن الشيطان بعيد عن الإنسان بطبعه وبعيد عن الخير بفسقه بعيد عن الإنسان بطبعه وبعيد عن الخير بفسقه وبعض أهل العلم قال إن الشيطان مأخوذ من شاطا لأنه مخلوق من نار والصحيح ما صححه سيبويه رحمه الله أنه مأخوذ من شطن قال سيبويه وهو عالم العربية المعروف قال لأن العرب تقول عن الرجل إذا عمل بعمل الشياطين تقول تشيطن الرجل تقول تشيطن الرجل ولو كان من شاط لقالت تشيط الرجل وهم لا يقولون ذلك إذن هذا يدل على أنه مأخوذ من شطن والرجيم بمعنى المرجوم لأن الشيطان مرجوم مبعد من رحمة الله عز وجل ولذلك يقول الله عز وجل ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعناها رجوما للشياطين فالشيطان مرجوم يعني فعيل بمعنى مفعول هذه مفردات هذه الاستعاذة المعنى الإجمالي لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بالله تعالى من الشيطان الرجيم من أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عما أمرت به أو يحثني على ما نهيت عنه حينما المسلم يعني استشعر هذه الاستعاذة بهذا المعنى يحس بمعناها راسخاً في قلبه أنه يستجير بالله عز وجل من الشيطان الرجيم والله عز وجل لا يخيب من دعاه فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم بهذا الحضور وبهذا الإيمان فبإذن الله عز وجل سيجيرك الله من الشيطان الرجيم صيغة الاستعاذة هي كما قال الله عز وجل طبعاً الاستعاذة قبل أن نتكلم عن صيغتها هي بالإجماع ليست آية من كتاب الله عز وجل بالإجماع ليست آية من كتاب الله عز وجل ولذلك لو فتحت المصحف من أوله إلى آخر لن تجد آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن الله عز وجل أمر بها كما في قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صيغتها الذي عليه الجمهور من الفقهاء والقراء أنها هي ما ورد في صورة النحر هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعض أهل العلم يزيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم استنادا إلى قول الله عز وجل في صورة الأعراف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وفي صورة فصلت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وبعضهم أيضا يزيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفث استنادا إلى بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في ذلك قريب أما حكمها فالذي عليه جمهور الفقهاء أنها مسنونة أنها مسنونة وذهب بعض أهل العلم جاء ذلك عن عطاء والثور وغيرهما رحمهم الله أنها واجبة واستدل لهم على ذلك على أنها واجبة أن الله عز وجل أمر بها والأمر يقتضي ماذا؟ نعم رفعوا الصوت قليلاً الأمر يقتضي الوجوب الأمر يقتضي الوجوب وقالوا كذلك من الاستدلالات على أنها واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقالوا كذلك إن درء الشيطان واجب درء الشيطان واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقالوا كذلك إن الاحتياط من مسالك الوجوب وهذا من باب الاحتياط وعلى كل فينبغي للمسلم أن لا يدعى هذه الاستعاذة لا سيما في المواطن التي جاء الأمر بها ومن أهمها عند قراءة كتاب الله عز وجل لينبغي له أن لا يدعى هذه الاستعاذة لفضلها وأثرها وما فيها من الدعاء وتطيب للذكر قبل القراءة إلى آخر ما هناك من فوائدها ولما فيها من الاستجارة والإحساس بالفزع إلى الله عز وجل والرجوع إليه وكلما كان الإنسان على حال من الافتقار إلى ربه عز وجل كان على حال من القرب إليه جل جلاله هذه قاعدة كلما كان الإنسان على حال من الافتقار إلى الله جل جلاله كان على حال من القرب إليه سبحانه وتعالى فالأذكار التي تساعدك على الإحساس بالافتقار إلى الله جل جلاله ينبغي لك أن تحرص عليها وأن تتعاهدها لأنها تذكرك بفقرك إلى مولاك جل جلاله فهذا ما يتعلق بحكمها ويتعلق أيضا بصيغتها بعض أحكامها من بعض أحكامها الاستعاذة في الصلاة هناما الإنسان يكبر ويقرأ ذكر الاستفتاح ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة الاستعاذة هنا هل هي للقراءة أم للصلاة بعض أهل العلم ذهب إلى أنها للصلاة ولكن الصحيح أنها للقراءة هذا من باب الإشارة إلى هذه المسألة أنها للقراءة ولكن ينبني لو قلنا أنها للصلاة ينبني عليها لو أن المأموم ليس عليه قراءة كما في قول بعض أهل العلم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فإنه هنا يقرأها حتى لو لم يكن سيقرأ ولكن عموما الصحيح أو الظاهر الأقرب في هذا أنها للقراءة وليست للصلاة من أيضا المساء في هذا الموضوع بالذات إذا استعاذ في الركعة الأولى هل يستعيد في الركعة الثانية في الركعة الثالثة وهكذا بعض أهل العلم يرى أن الاستعاذة في الركعة الأولى تكفي ولا يستعيد في الركعة الثانية والثالثة وقالوا لأن القراءة في الصلاة قراءة واحدة والقول الآخر وهو الذي يظهر لي أنه يستعيد في كل ركعة لأن كل ركعة هي قراءة واحدة أو مستقلة عن القراءة التي تليها لأنه يفصل بينها بعض الأذكار وهذا قال عنه صاحب الإنصاف أنه الأقوى دليلا وأظن شيخ الإسلام قد رجحه فهذه بعض المسائل التي تتعلق بالاستعاذة من ناحية معناها ومن ناحية صيغتها ومن ناحية حكمها ومن ناحية بعض مسائلها قبل أن نختم الكلام على الاستعاذة نعم يبدو أن الوقت ذهب قبل أن نختم الكلام على الاستعاذة نذكر لطيفة وأذكر لطيفة ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيري وصفها ابن كثير رحمه الله بأنها من أعجب اللطائف بأنها من أعجب اللطائف وهي تتعلق أيضا بفقه سلوكي يقول إن الله عز وجل في كتابه الكريم أمر بمصانعة ومدارات شيطان الإنس شيطان الإنس بإسداء الجميل إليه لعله أن يردعه عن الشر وأما شيطان الجن فقد أمر الله عز وجل بالاستعاذة منه فقط وقال رحمه الله في ثلاث آيات في القرآن العظيم لا أعلم لهن رابعة قبل أن أذكر الآيات التي ذكرها ابن كثير رحمه الله ونتوقف معها أقدم مقدمة يسيرة شرحا لكلام ابن كثير نحن نعلم أيها الإخوة أن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين وشياطين الإنس الشيطان الإنسي هو إنس من الإنس يعني إنسان لكنه يعمل بعمل الشياطين يعمل الشر ويدعو الناس إليه ويزينه في أعينهم فقد أصبح يعمل عمل الشياطين فصار من شياطين الإنس ولذلك يقول الله عز وجل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شياطين الإنسي والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فإذن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين هنا ينبِّه ابن كثير رحمه الله على التعامل مع الصنفين ولذلك قلت هالفائدة التي ذكر ابن كثير فيها فقه سلوكي ينبغي أن نتوقف عنده قال إن شيطان الإنس أمر الله عز وجل بمصانعته ومداراته بإسداء الجميل إليه لعلّه أن يكفه ذلك عن الشر وأما شيطان الجن فأمر الله عز وجل بالاستعاذة منه فقط في ثلاث آيات لا أعلم لهن رابعة ثم ذكر هذه الآيات بمواضعها قال في صورة الأعراف قول الله عز وجل خذي العفوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذا في من؟ ها تكلموا؟ في الإنس في الإنس شيطان الإنس خذي العفوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين عاملهم بالحسنة تلطف معهم أسذي إليهم الجميل لعلّ الله أن يهديهم ولذلك الكافر يسلم والفاجر في ليلة وضحاها يصبح برًّ وهكذا والإنس يخالط الإنس فمن خلال التعامل أو من التعامل معه ربما يتأثر وكل مولود يولد على الفطرة يرجع إلى فطرته ويتأثر بالجميل ويهتدي أو على الأقل يكف شره فقال الله عز وجل خذي العفوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثم قال الله عز وجل ماذا؟ أكملوا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ هذا في الجن شيطان الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم فاستعذ بالله أمر الله عز وجل بالاستعاذة منهم فقط لأن شيطان الجن لا يكف شره إلا خالقه سبحانه لا يكف شره إلا الاستعاذة منه جل جلاله قال الموضع الثاني في صورة قد أفلح المؤمنون يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحذرون أول الآيات في الإنسي وآخرها في الجن أيضا قال الموضع الثالث في صورة فصلت قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة هذا في من ادفع بالتي هي أحسن هذا في من أيها الأخوة نعم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك هذا في الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ننتقل أيها الأخوة إلى البسملة بعد أن انتهينا من الاستعاذة وما يتعلق بها على وجه مختصر مجمل ننتقل إلى البسملة والبسملة تطلق على جملة بسم الله الرحمن الرحيم على طريقة ما يسميه علماء اللغة العربية طريقة ماذا؟ لا لا الترخيم مثل يا عائشة يا عائش على طريقة من الأخ الكريم؟ النحت نعم أحسن على طريقة النحت يعني أن يأخذ من كلمتين أو من ثلاث كلمات كلمة واحدة تيسيراً واختصاراً لدوران هذه الجملة كثيراً فيقال هذه الكلمة تيسيراً أو اختصاراً فيقال البسملة بدل أن نكرر بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا ولهم في ذلك كلمات كثيرة فاعل البسملة بسملة والاسم منهم بسمل يقال مثلاً عن لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة الفاعل منها إيش؟ حوقلة حوقلة يقال مثلاً سبحلة سبحلة تطلق على ماذا؟ ها؟ ارفعوا الصوت حتى أسمعه سبحان الله يقال حمدل الحمد لله يقال هلل لا إله إلا الله يقال حي صلا حي على الصلاة يقال حي على حي على ما شاء الله يقال طبقل ها؟ لا ما قلوه الله أحد يقال طبقل ها؟ يقال طبقل آه كنت ماشي منتاز يقال طبقل له جائزة اللي بأتي بها يقال طبقل ها؟ ما أسمع الله أكبر شكول؟ بلغ لأخ اللي يسمع يبلغني لا 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 أنت بعيدون بعيدون جدا يقال طبقل أطال الله بقاءك يقال هذا اللي بيجيبها لجائزتان وليست جائزة واحدة يقال دم عزة أدام الله عزك أدام الله عزك من قال أول؟ الأخ الكريم بعد الدرس إن شاء الله ننتقي بك يقال دم عزة أدام الله عزك إذن هذا ما يسميه علماء اللغة العربية النحت أن يؤخذ كلمة وتطلق على جملة فهنا البسملة تطلق على بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك يقول عمر بن أبي ربيعة وهو مكي منها هنا توفي رحمه الله آخر القرن الهجري الأول عام تقريبا عام تلاثة وتسعين قال لقد بسملت ليلة غدا تلقيتها لاحظ بسملت هذا الفعل لقد بسملت ليلة غدا تلقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل هنا الاسم من بسملة المبسمل الوقوف على البسملة من ناحية الكلمات الباء هنا بسم الله الباء حرف جر متعلق بمحذوف تقديره أبدأ بسم الله أبدأ بماذا؟ بسم الله والاسم مأخوذ من السمو الاسم مأخوذ ماذا؟ من السمو لأن الإنسان يسمو بنفسه أن يتميز بنفسه عن غيره فمثلا إذا قلنا الأخ الكريم من اسم عبد الوهاب إذا قلنا عبد الوهاب ناداه أحد في آخر الحلقة وقال يا عبد الوهاب يلتفت إليه مباشرة لأنه تميز بهذا الاسم يسمو به فهذا معنى أنه مأخوذ من السمو بعض أهل العلم قال إنه مأخوذ من السمو بمعنى الوسم مأخوذ من السمو لأنها أيضا وسم على الإنسان يعرف به والصحيح أنها مأخوذة من السمو وليس من السمو ليش؟ لماذا؟ لأنك إذا صغرت الاسم تقول سمي ولو كان من الوسم لقلت ماذا؟ وسيم لقلت وسيم وجمع أيضا الاسم أسماء ولو كان من الوسم لقيل أوسام فهذا يدل على أنه مأخوذ من السمو بسم الله الله لفظ الجلالة أرجعنا الكلام عن لفظ الجلالة من الاستعاذة إلى البسملة هذا الاسم الكريم الله عز وجل الله قيل إنه موضوع علم على الذات وهذا قاله الخليل وابن كيسان رحمهم الله وقيل إنه مشتق والذين قالوا إنه مشتق اختلفوا أيضا على قولين ومعناه المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبودية المستحق لماذا؟ لإفراده بالعبودية لما له من صفات الألوهية وهي صفات كمان معنى الاسم الكريم معنى عظيم ينبغي للمسلمين أن يتعقلوه ويتفهموه المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبودية فلا تعبد إلا الله عز وجل في كل العبادات ينتبه المسلم في مشارق الأرض ومغاربها ألا يصرف شيئا مما يستحقه الله عز وجل من العبادة إلا الله جل وعلا ألا يصرف شيئا من العبادة إلا لله جل وعلا فكما أنه لا يصلي إلا لله ولا يزكي إلا لله ولا يصوم إلا لله ولا يحج إلا لله فلا يذبح إلا لله جل جلاله ولا ينظر إلا لله جل جلاله ولا يدعو إلا الله جل جلاله ولا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى إلى آخر ما هناك مما لله عز وجل من العبادة فهذا هو معنى الاسم الكريم هذا الاسم العظيم قد قيل وهو قول قوي إنه الاسم الأعظم الاسم الأعظم لله جل جلاله وقد دلل بعض أهل العلم على ذلك أن هذا الاسم يوصف به جميع الصفات وتأتي بعده كل الأسماء ولذلك يقول الله عز وجل في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فقالوا كل الصفات والأسماء يوصف بها هذا الاسم الكريم الذي هو الله جل جلاله وقالوا أيضا إن هذا الاسم الكريم لم يتسمى به غير الله جل جلاله سبحانه وتعالى وقالوا في استدلال لطيف إن هذا الاسم إذا ارتفع من الأرض فلم يعد أحد يقول الله قامت القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله فهذه بعض الوجوه في أن هذا الاسم العظيم هو اسم الله الأعظم وعلى كل فهو من أعظم أسماء الله جل جلاله ثم قال في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم لفظ الجلال طبعا قبل أن ننتقل الرحمن الرحيم اللام فيها كما يقول الزجاج لام مفخمة وعلى ذلك أهل العربية كلهم قال الله عز وجل في هذه الآية لأن البسملة آية من كتاب الله قال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسمان كريمان لاحظوا البسملة كم فيها من اسم ثلاثة أسماء مما يدل على عظمها وأهميتها الرحمن الرحيم هذان الاسمان الكريمان اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أعظم مبالغة من رحيم يقول ابن كثير رحمه الله وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه الاتفاق على ذلك الاتفاق يعني بين المفسدين وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه الاتفاق على ذلك يعني أن الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة وعلى وجه المبالغة هو رحمن أشد مبالغة من رحيم لكن هنا هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين بعض أهل العلم ذهب إلى أنهما بمعنى واحد والقول الآغال الثاني الرحمن إذا سئل أعطى الرحمن ماذا؟ إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب والذي عليه كثير من أهل العلم في التفريق بين المعنيين معنى الرحمن ومعنى الرحيم أن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق لجميع الخلائق يعني من إنسان وحيوان وحتى من نبات ومن كذلك إنسان مسلم وغير مسلم مسلم وكافر إلى آخرة فالرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في هذه الدنيا والرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين خاصة ولذلك قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما ولم يأتي ذلك في الرحمن بل الرحمن جاء فيه ما يفهم منه أنه ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق كما في أول سورة الرحمن التي افتتح الله عز وجل بهذا الاسم الكريم قال الله جل وعلا ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد أن عدد الله عز وجل هذه النعم التي هي شاملة لكل الخلائق افتتح السورة بالرحمن ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان هل تكذبان بشيء من هذه النعم المبسوطة لجميع الخلائق؟ لا والله يا ربنا لا نكذب فلاحظ كيف هذه النعم هي من آثار هذا الاسم الكريم الرحمن فهذا مما يقوي على أن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق وأن الرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين خاصة حتى كلام ابن مبارك رحمه الله لو تأمننا فيه وحاولنا أن نتفقها فيه فيمكن أن نعيده إلى هذا التفصيل لأن ابن مبارك وهو من علماء التابعين الكبار يقول رحمه الله الرحمن إذا سئل أعطى هذا لكل الناس كل من توجه إلى ربه ولذلك تجد أن المضطر حتى لو كان فاجرا أو كافرا إذا توجه في البحر إلى ربه جل وعلا فإنه يجيبه وما للناس من مصالح كثيرة في هذه الدنيا فإنها مبنية على رحمة الله عز وجل بسؤال وبغير سؤال فهذا يليق بكلمة ابن مبارك رحمه الله حينما قال الرحمن إذا سئل أعطى وقال والرحيم إذا لم يسأل يغضب لأن الدعاء عبادة الدعاء أيها الأخوة ماذا عبادة أنت لا تدعو الله عز وجل فقط لأنك تريد أن تجيب حاجتك ولكن تدعوه بالمقام الأول لأنه عبادة ثم لما تريد أن تحصل مطلوبك ولهذا كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله بعض الناس قد يلجئه الله عز وجل إلى حاجة معينة طبعا كلامي بمعنى كلام الشيخ الإسلام وليس أحرفيا بعض الناس قد يلجئه الله إلى حاجة معينة فيدعو الله عز وجل بهذه الحاجة وينطرح بين يدي ربه سائلا منكسرا يقوم آخر الليل وفي صلواته وفي خلواته وفي سجوده وبين الأذان والإقامة يلتمس مواضع الإجابة يسأل الله ربه هذه الحاجة حتى يجيب الله عز وجل حاجته ثم إذا أجاب الله حاجته وجد من حلاوة الإيمان ما لا يمكنه أن يدعى هذا الدعاء أبدا لأنه وجد من حلاوة الإيمان أضعاف أضعاف ما لهذه الحاجة من ثمرة في قلبه وفي حياته فالله عز وجل وقد عرف عباده المؤمنين عرف عباده المسلمين عرفهم بهذه العبادة يغضب إذا لم يتوجه إليه بالدعاء ولهذا فينبغي للمسلم أن يكون دائما دائما له نصيب من دعاء ربه يدعو الله عز وجل في ما ينفعه لأمر دينه وفي أمر دنياه في سجوده في صلواته في خلواته في وهو ينتظر الآن وهو صائم هذا اليوم الفضيل يوم الخميس ينتظر أذان المغرب يتوجه إلى الله يقرأ كتاب الله ثم يدعو ربه وهكذا لأن الدعاء باب عظيم من أبواب الافتقار إلى ربه سبحانه وتعالى قبل أن نبدأ بفاتحة الكتاب أرى أن الساعة التي خصصت لهذا الدرس قد انتهت فإن شاء الله في الدرس القادم نستفتح فاتحة القرآن العظيم وهي صورة الحمد أم القرآن أم الكتاب فاتحة الكتاب الكافية الشافية ونكتفي بهذه المقدمات بين يدي هذه الصورة العظيمة وأسأل الله عز وجل بأسماءه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا المجلس شاهداً لنا يوم القيامة أسأله سبحانه وتعالى بأسماءه الحسنى وصفاته العلا نقول ونحن متوجهين إلى ربنا سبحانه وتعالى اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم من على عبدك سلمان بن عبد العزيز بالشفاء التام الذي لا يغادر سقما اللهم من عليه بالشفاء التام الذي لا يغادر سقما اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين اللهم وفقهم في كل قراراتهم اللهم أيدهم وسددهم وسائر ولاة أمر المسلمين اللهم أصلح حوال المسلمين واجمع كلمتهم على الهدى والدين وارفع ما بهم من ضر يا رب العالمين اللهم اجعلهم في خير ونعمة وأبعد عنهم شر الأشرار وكيد الفجار يا من له الليل والنهار يا رب العالمين يا رب الأراضين والسماوات اللهم اغفر لنا ولوالدين اللهم ارحم والدين كما ربونا صغارا اللهم ارحم والدين كما ربونا صغارا اللهم ارحم والدين كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين